الترمي التاني لما بيبدأ بيبقى حمل على الأمهات أكتر من الترمي الأول يعني دايما بحيث إن الأمهات بيبقى لأ خلاص بقى يعني مفيش حماس لتقل زي دخلة المدرسة الولاد نفسهم بيبقوا مضغوطين أكتر فبيبقى فيه ضغوط أكتر الترمي التاني أكتر يعني أكتر من الترمي الأولاني الفكرة بقى إن إحنا محتاجين نفكر نفسنا إن ما ناخدش الموضوع بصفة شخصية يعني الموضوع مش شخصي زي ما قلت النمر الولاد لا تمثل نجاحي أو فشلي في تربية ولادي أنا ببقى مضغوطة وبيبقى همي كله وأنا مضغوطة أن أنا عايزة أجيب أطلع منه أحسن نمر فبالضغط هطلع منه أحسن نمر وكأن النمر دي تمثلني أنا بس الحقيقة هي النمر دي ولا تمثله هو ولا تمثلني أنا يعني هو بيذاكر وهو بيتعب وأنا بعمل مجهود معاه وخلاص يبقى المجهود هو الأساس لكن مش النمر والدرجات هي الأساس لأن النمر دي ممكن تبقى مؤشر مثلا أن يقولي أنا ماشي كويس أو ماشي وحش بس مش هي دي الفيصل في أن أنا أم كويسة أو ابني كويس أو فش من خلال الدرجة